ما زالت المنطقة الشرقية ترزحه تحت وطأة القبضة العسكرية وتعاني من تبعات ما يسمى بعملية الكرامة والتي جاءت كما يراها مراقبون عقابا لأهل الشرق على ثورة فبراير التي كانوا هم شرارة انطلاقها ووقود إشعالها ففي بنغازي لا زالت العائلات تحاصر في منطقة جنفودة رغم الدعوات المتكررة من بعض المنظمات الحقوقية وذوي هؤلاء العائلات المحاصرة لإخراجهم من هذا الجحيم الذي صار جزءا من يومياتهم في ظل ما تقوم به قواته مجرم الحرب حفتر والتي تصب جام غضبها على هذه المنطقة بمن فيها برا وجوا علها تتحصل على نصر تجعله قربانا لصنديدها وترقص به على جثث الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ وفي الشرق من بنغازي لا زالت درناهية الأخرى تعاقب من قبل قوات مجرم الحرب حفتر ولكن عقوبة هذه المدينة الحية بأهلها مضاعفة فمرة لكونها من أكثر مدن ليبيا رافضة للطغيان ومرة أخرى على ما يبدو لنجاحها في هزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة وطرده منها مما جعل مدعي الكرامة ومحاربة الإرهاب في موقف لا يحسدون عليه فها هي درناه تحاصر من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر وتقصف بالطيران من حين لآخر ويضيق على أهلها أفرادا ومسؤولين ولعل ما حدث مع عضو المجلس البلدي فيها وأحد المسؤولين عن باثة الحجيج في المدينة والذي اعتقل فور وصوله من الأراضي المقدسة لا خير دليل على ذلك وعلى الجانب السياسي بدأت المؤشرات شيئا فشيئا توضح الهدف الحقيقي الذي جاء لأجله اتفاق الصخرات والحكومة المقترحة من البعثة الأممية وما التصريحات الأخيرة لكوبلر وسراج والتي بدأت تغازل مجرم الحرب حفتر إلا دليل على ذلك ليبقى البحث جاريا عن جرة القلم تلك التي كانت سترمي بالصنديد لخارج المشهد